نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدق قم معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية بتسليم جائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى الخليفة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم وذلك بحضور سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم خلال الاحتفال الكبير الذي نظمته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بمقار اليونسكو في مدينة باريس وفي كلمته أكد معالي وزير الخارجية أن الجائزة تجسد التفاعل الوثيق والتعاون الخلاق بين مملكة البحرين واليونسكو كما تؤكد ما حققته مملكة البحرين من مكانة متميزة في توفير التعليم للجميع والارتقاء بجودته وفقا للمعايير الدولية وبحرص المملكة على النشر القيم السامية التي تسعى اليونسكو على إرسائها واهتماما بالغا بدعم التعليم وبإيصاله إلى الجميع بأحدث الطرق وبأفضلها وأعرب معلي عن شكره لسيدة إيرينا بوكوفا المديرة العامة لمنظمة اليونسكو لدورها في قيادة المنظمة وما تبذله من جهود دؤوبة للارتقاء بآليات عملها وتعظيم دورها حول العالم أجمع ولما تليه من اهتماما كبير بهذه الجائزة العالمية التي تخدم أهداف المنظمة وتدعم مساعيها في نشر التعليم عبر تكنولوجيا المعلومات والاتصال وأضاف معالي وزير الخارجية أن هذه الجائزة المرموقة هي خير تعبيرا على ما يحظى به التعليم الإلكتروني المتطور من رعاية فائقة من قبل جلالة الملك لما له من دور مؤثر وحيوي في تحسين مخرجات العملية التعليمية التي تسهم بدورها في دفع التنمية المستدامة وتؤكد أيضا حرص جلالته حفظه الله على يكون التعلم والتعليم في متناول الجميع وذلك من خلال ترسيخ التعاون الدولي في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال التعليم وتشجيع المبادرات العلمية المبتكرة وإبراز الأعمال والمشروعات الرائدة في العالم لتكون نموذجا يحتذا به ولتحقيق الاستفادة المتبادلة من هذه الأعمال بما يؤدي إلى إرساء القيم الإنسانية التي ترسخ التفاعل البناء والتعايش بين الشعوب والأمم وأشار معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة إلى أن مملكة البحرين تفخر بأن التعليم النظامي قد انطلق بها منذ العام 1919 وسوف تحتفل بعد عامين بمرور مئة عام على تأسيسه وبمحو الأمية بنسبة 96% وبتحقيق الرياضة العالمية في تعميم التعليم الابتدائي والتكافئ بين الجنسين إضافة إلى تحقيق نتائج مشرفة عالميا في مؤشرات جودة التعليم ومن بينها أعلى نسبة للتطور في الرياضيات على الصعيد العالمي في الفترة من العام 2011 إلى 2015 وتقدم معالي وزير الخارجية بخالص التهنئة للفائزين بجائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى الخليفة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم وهما مؤسسة كيرون للتعليم العالي المفتوح من ألمانيا لما قدمته من خدمات عظيمة للاجئين ولحرصها على التخفيف من آلامهم وفتح أبواب الأمل أمامهم ولتمكينهم عبر ما قدمته من دورات مفتوحة على الإنترنت من الدراسة والحصول على شهادات جامعية معتمدة تتيح لهم وصلة مشوار الحياة كغيرهم من البشر وإلى مؤسسة جاغو من بنجلاديش لنجاحها الباهر في مساعدة أبناء المناطق الريفية في الحصول على تعليم نوعي وذلك باستخدام نظام التخاطب المرئي عن بعد وهو ما يجعلها جديرة بهذه الجائزة الرفيعة لتكون قدوة لغيرها من المؤسسات لاستثمار التقنيات الحديثة لتوصيل التعليم إلى جميع المحرومين في مختلف أنحاء العالم وأكد معالي وزير الخارجية أن مملكة البحرين ومن خلال وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي سوف تستمر في التعاون مع هذه المنظمة العالمية العريقة في مجالات اختصاصها اشتركوا في القناة